اشتركوا في القناة يوم الأحد الماضي ليكون التراجع الثالث الذي يسجله المصرف هذا العام ووضح المصرف أن قيمة التسهيلات المصرفية بلغت 557 مليون دينار مقارنة بنحو 565 مليون دينار يوم الأحد الماضي كما بلغت قيمة التسهيلات للإقراض لليلة واحدة نحو 207 ملايين دينار فيما بلغت الودائع لأجل أسبوع نحو 94 مليون دينار وأضاف المركزي أن إجمالية الودائع لأجل شهر بلغ 198 مليون دينار فيما ارتفعت السكوك بقيمة 57 مليون دينار التسهيلات المصرفية مشاهدين هي مجموعة من أدوات الدين والإقراض التي تستطيع مصارف التجزئة الحصول عليها لتلبية احتياجات السيولة بالدينار البحريني وبالتالي تستطيع من خلالها البنوك التجارية إقراض عملائها أو تلبية التزاماتها قصيرة الأجل أعلن كل من بنك البحرين والكويت وشركة أصول عن إطلاق شركة أجيلة لإدارة رأس المال كشركة دولية متخصصة في تقديم خدمات الاستثمار والاستشارات تتركز أنشطتها على توفير فرص استثمارية مجزية في أسواق المنطقة والعالم أجمع وسيقع المقر الرئيسي لشركة أجيلة في لندن للبحث عن الفرص التي توفرها السوق العقارية التجارية في كل من المملكة المتحدة وأوروبا كما تهدف إلى إدارة أصول بقيمة تصل إلى حوالي مليار دولار في السنوات الثلاثة الأولى من التشغيل شهد سهم ألمنيوم البحرين ألباء المدرجي ببورصة البحرين خلال تعاملات اليوم نشاطا ملحوظا تصدر خلاله نشاط التداولات من ناحية القيمة وذلك في أعقاب الإعلان عن عودة العمل بخط إنتاج معطل وقفز أداء السهم بنحو 1.4% ليصل إلى مستوى 500 فلس تقريبا وهو في أعلى مستوياته في أكثر من عامين وتحديدا في مايو 2015 وتصدرت ألباء التداولات من ناحية القيمة بتداولات قدرها 199 مليون دينار بحريني وقال بيان لألباء إن خض الصهر الخامس عاد بالكامل إلى طبيعته بعد حادثة الانقطاع المؤقت للطاقة في إبريل الماضي ولان نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نستعرض وإياكم مشاهدين إغلاقات البورصات الخليجية لنهاية تداولات هذا اليوم وكما نلاحظ على شاشة أغلب البورصات أغلقت في الاتجاه لأسفل بعد عودة الإغلاقات بارتفاع خصوصا بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكي الأسبوع الماضي نبدأ من السوق المالية السعودية التي سجلت تراجعا بنسبة تقارب النصف نقطة مئوية وأغلقت عند مستوى 7254 نقطة بسبب التراجع الكبير لمؤشر قطاع الإعلام إلا أنه بالرغم من ذلك أو بالرغم من الخفاض الكبير اليوم فالسوق السعودية لا تزال في أعلى مستوياتها منذ بداية العام بورصة الكويت مشاهدين الوحيدة التي أغلقت في المنطقة الخضراء بارتفاع نسبته 20 نقطة مئوية عند مستوى 6813 نقطة مدعوما بنشاط أغلب القطاعات وعلى رأسهم قطاع التكنولوجيا والعقارات أما بنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد سجلت تراجعا بنسبة تقارب 0.08% بعد تحقيقها مستويات مرتفعة لسبوع الماضي يتجاوز حاجز 4410 نقاط سوق دبي المالي سجلت انخفاضا أيضا بقيادة من أسهم قطاع العقارات والإعمار وقطاع السلع السلكية بانخفاض نسبته 17% بورصة العاصمة العمانية مسقط أغفرت عن انخفاض نسبته 20% تقريبا وتعود بذلك إلى أدنى مستوياتها لمؤشرها على أساس سنوي بعد ارتفاعات شهداتها الجلسات القليلة الماضية أما بورصتنا المحلية ومشاهدين فقد أقفل المؤشر العام باللون الأحمر عند مستوى 1314 نقطة من انخفاض بسيط جدا نسبته 0.03% وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 26 مليون دينار وبقيمة إجمالية تجاوزت 3.731 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 69 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 86% من القيمة الإجمالية للأسهم وقع تقرير اقتصادي دولي تفاقم مشكلات قطاع المقاولات في قطر مع توصل تداعيات المقاطعة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وذكر التقرير أنه في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة القطرية المحافظة على سمعة منديال 2022 ومشاريعه من الانهيار يرى المطورون العقاريون أنفسهم في ورطة بسبب تعطل الإمدادات ونقص الموارد الأساسية هذا وتمتلئ شركات المقاولات العالمية العاملة في قطر هذه الأيام بالمحامين الذين يقومون بمراجعة عقودها لتفادي تحملها التكاليف المتزايدة الناجمة عن المقاطعة